السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت 22 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج العذراء طبعا اليوم في أحداث متقلبة جدا ما بين إيجابية وبعض السلبية القمر اليوم موجود في برج العذراء زي ما حكينا هو الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 53 دقيقة من فجر اليوم السبت بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته من عود الآن لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل في عملنا بهمة ونشاط أو بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها بنجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود وهذه الفترة أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين أو شرب الكحول أو المهدئات أو المخدرات وبوس عن اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهذه تأثيراتها طبعا من يوم 21 سبعة يعني قبل قليل هي من موعد بث الحلقة ورح تستمر لغاية 13 ثمانية ذروتها يوم واحد ثمانية الساعة ثمانية وأربعة وعربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتخلق جوم من التسامح لأنه بالفترة هاي ممكن بيصير عنا القدرة لأنه نتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ونمد يد العون لهم كما أنها بتدفعنا للتراجع عن الخطأ بتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية بتدل على نشاط أكبر في المبادلات التجارية وخصوصا الخارجية والتصدير والاستيراد وكثرة البعثات الدبلوماسية من وإلى الدول وخصوصا من أجل التعاون التجاري أو العسكري كما أنها بتزيد مداخل المؤسسات المالية والبنكية وبتتحسن أوضاع القضاء ورجال الدين ورجال القانون والأمن الوطني والجيش والقوات المسلحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزداد العصبية وعلينا يجب أن نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لإمتعاد داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير وبيدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا حوادث أو عمليات جراحية بيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وممكن يعرضنا لهجوم من الخصوم بتكون هجومات بنسميها فتاك شوي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون هذه زاوية برضو تأثيرتها من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتقوي قوة الحدث لدينا بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية من 20-7 إلى يوم 27-7 طبعا ذروتها يوم الغد 23-7 الساعة 9-38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنها بتجعلنا عصبي المزاج ومن ارتكب الأخطاء والتهور فهذه الفترة غير صارحة للشراكات وما لازم نعتمد على الحدث نهائيا في هذه الفترة بتخلقنا أفكار ثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين ومن ارتكب الأخطاء ومن كون متهورين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهذه الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم 28-6 ليوم 12 وهي زاوية منفصلة هذه الزاوية بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم برجع بظهر على الساحة من جديد بيدعم وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها أو قوتها أول زاوية زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية ذروتها طبعا كانت يوم أمس ولكن تأثيراتها من الآن وحتى ظهر يوم السبت بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولك ومشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين بلوتو هذه الزاوية من الزوايا الخطيرة اللي طبعا من يوم 13-7 وإحنا منذكرها وأثارها ظهرت على الساحة الآن بس أذكرها أرجع عيدها راح دولوا آه هاي الأشياء صارت صحيح طبعا هاي الزاوية تأثيراتها مستمرة ليوم 30-7 ذروتها اليوم الساعة 3 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا بخلال هاي الفترة ارتفعت درجة الحرارة اللي من 13-7 إلى 30-7 صار موجات حارة جدا ثارت أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن والحرائق أيضا بتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب إلنا عدوات خفية كما إنها بتزيد من حدة شهوانيتنا وبرضو بتعمل أضرار صحية وبتسبب أمراض خطيرة طبعا اللي احنا ذكرنا اللي هي والت أنا النيران والمعادن أنا ذكرتها بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن ولكن التفصيل اللي هو أنا حكيت البراكين والأمور هاي هاي في الحلقة هاي لأن هاي من ضمن الأشياء اللي حدثت أما بالنسبة لدوليا فهاي الزاوية بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وهذه حدثت وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهذه أيضا حدثت هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية وحدثت أيضا وكالزلازل والبراكين أو التعارية برضو حدثت يعني كل شيء من اللي احنا توقع أو اللي أنا توقعته تحديدا حدث طبعا في ناس يقول لك هذا علم الغيب لا يا عمي هاي الزاوية لما بتتشكل نفس الأثر هاي بتحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية ساعة 228 دقيقة عصرا من عصر اليوم السبت ذروتها ولكن بتبدأ تأثيراتها من الساعة تقريبا منتصف ليل السبت على الأحد أو منتصف ليل الجمعة على السبت وبيستمر تأثيراتها حتى صباح يوم الأحد هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية طبعا من الساعة 12 و59 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد ولكن تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات ظهر يوم السبت يعني منحسب من ظهر يوم السبت ولا حتى نهاية يوم السبت وهي فعالة طبعا هي راح تستمر لعصر يوم الأحد تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها الساعة 51 دقيقة من فجر يوم الأحد ولكن برضو بتبدأ تأثيراتها من عصر يوم السبت وحتى عصر يوم الأحد بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا برضو هاي الزاوية بتمنحنا حكم صائب ومواهب وروحانيات وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية برضو الساعة 6 و15 دقيقة من صباح يوم الأحد ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأحد بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بتدل برضو على أشياء إيجابية إلها علاقة بالعواطف والأحبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي الاثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأعضاء طبعا أكثر حساسية تصلح للمراجعات الطبية أو عمل فحصات طبية أو أخذ أدوية أو أي شيء بالعلاقة بالعمليات الصغرى ولكن ما بنصح بعمليات كبرى لهاي الأعضاء أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية طبعا هذا اليوم مناسب لها طبعا مش مناسب عفوا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا لأنه بدأت الآن التأثيرات المباشرة لتراجع كوكب الزهرة فعشان هيك منقول إحنا بالفترة هاي أربعين يوم قادمات خمسة قبلها وخمسة بعدها يعني خمسين يوم لا تصلح للعمليات الجراحية التجميلية بأي صورة من الصور لأنها فترة سلبية جدا حلقة الزهرة صارت موجودة على القناة ياريت تابعوها عشان تعرفوا أكثر أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد بالطريقة التقليدية ولكن بالليزر ما بنصح فيها يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراخ خلو المسار القادم يوم الغد الأحد ثلاثة وعشرين سبعة بيكون بيبدأ الساعة أربعة وخمس دقائق صباحا وبيستمر حتى الساعة خمسة وأربعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام في تمام الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بيصير عمره ستة أيام نسبة الإضاءة 22% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة 60% القمر في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة 10% ساعات منتصف ليل الجمعة على السبت يعني أول ساعات ما بعد منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة 30% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 20% عطارد في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعي منتحس الآن بنسبة 5% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة بعدين تبدأ بعملية التراجع منتحسة بنسبة 50% المريخ في العذراء حتى يوم سبعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات المساء بيصير يعني تقريبا نسبة الانتحاسة بتصير 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعة داعش منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم ستة اطناعش منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11 عشر منتحس بنسبة 15% طبعا ياريت اللي وصل لهون وما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو مير أو فير أو كل الكبسات هاي ما كبس عليها يعني خلص الله يسامحك بس هذي اللي أنا بقدر أحكي لك إياه ياريت اللي عجبه المحتوى أنه ما ينسى أنه يضغط على هاي الكبسات وبنعيد وبنزيد برضو نفس اللي شيء الدعم والتبرع والتشكرات والأمور هاي انسوها ما حد يكبس عليها نهائيا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس وهو الآن بده يبدأ بمراحل المقابلة فحاول إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك ولكن بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة الأعباء أو الأعمال أو بعض التقلبات الصحية نظموا عملكم بشكل جيد لا تهملوا الواجبات وحاذروا التبذير ممكن اليوم تعالجوا مسائل مالية أو تجدوا حلول لسداد بعض الفواتير الموجبة عليكم ولكن بدكوا تحذروا من الخلافات أو سوء التفاهم بينك وبين أحد زملائك بالعمل أو تقديم أعمال ناقصة غير مكتملة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا عاطفيا الأجواء جيدة ودعم لإلكم اليوم ممكن يتمارسوا ترفيح أو هواية أو تغيير جو أو تقارب مع الأبناء أو مع الأحبة أو ممكن يصلكم خبر سار حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحيحوا الانطباعات عنكم اثبتوا للمشككين طاقتكم لا تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجازات وثابرو يعني بدها شوية فيها يعني بدها شوية جهد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر موجود في البيت الرابع يعني بيت البيت فعشان هيك بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن الاهتمام ببعض المسائل العائلية ممكن يظهر نقاش أو حوار أو مشكلة معينة أو شيء طارق يعني لازم تهدئ من روعك وتحاول أنك توقف التفكير الانفعالي شوي ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة لا تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام ولا تناقش بجفاء بل بليونة تامة وحاول أنك تقلل من مصاريفك ممكن يظهر مشكلة أو سوء تفاهم عائلي بالنسبة لموليد برج السرطان بتنشطه في السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وتعتبر هاي الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوي ومع الجيران طبعا اليوم بتكثر التنقلات والحركة والتواصل وتعتبر هاي الفترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة بتكثر عندك اليوم المطالب وأهم مش إنك تتجنب اعتماد أسلوب فضل وابتعد عن التحديات بعضك ورح يهتم بمواضيع إلها علاقة بالسيارات أو الإلكترونيات أو بعض الأعطال اللي بتتعلق في هاي المسائل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي وهذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وحاولوا انكوا تمتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي أهمش إنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقضين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم طبعا الأجواء جيدة على المستوى المالي ولكن بدك تدير بالك من المصاريف أو من المحتالين في نفس اللحظة أو الضغط المالي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد بتفرح لا انفراج ولا تسوية أو لا تطور أمر ما تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة البديهة بتنهي أي مفاوضات اليوم لمصلحتك ولكن بدون انفعال وبدون عصبية ضبط الأعصاب مطلوب خلال هذا اليوم وانت ملفت للانتباه للجنس الآخر بشكل كبير ولكن زي ما حكينا تقلب المزاج والانتقاد والعصبية مرفوضات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات صباح يوم الغد بده يظل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب يوم الغد بنتقل عندكم لهو يوم الأحد طبعا فعشان هيك هذا اليوم برضو بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوامة من الكآبة أو الإحباط وتعتبر هاي فترة فيها إرهاق وتقاعص حاولوا انكتب تعتبوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتدة وابحثوا عنه الهدوء والسكينة الأجواء الجيدة يعني للي بيعملوا بمؤسسات كبيرة أو دولية أو بالمستشفيات أو بالمطاعم الكبيرة فهدولا بيستفيدوا بشكل عام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديقه ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتقدر اليوم تطلب بعض المطالب من بعض الأصدقاء كواسطة أو دعم لا إلك وبرضو ممكن اليوم تخذ تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح الفرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو وإظهر انفتاح واهتمام أكبر ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن اليوم تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية ومخالفة القوانين وحاذر من الحوادث طبعا الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى علاقاتك بالمسؤولين ممكن شوي يصير هيك في سوء تفاهم أو مشاحنات حاول إنك تضبط أعصابك قدر الإمكان برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أو العلاقات مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة مباركة ممكن اليوم تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف طبعا اليوم جيد للامتحانات والمقابلات ولكن بدها شوي التركيز وما تعتمد كثير على الحضوض ولا تتسرع بالإجابات إذا كنت من الطلاب أما إذا كنت على سفر فتفقد أمتعتك بشكل جيد خوفا من النسيا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات قدر المستطاع حاولوا أنك تطلبوا رأي الشريك قبل التمسك بقراركم ممكن تنشغلوا بمسألة مالية أو هموم صحية أو عائلية باستطاعتكم بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شيء أنكم ما تهملوا التفاصيل الدقيقة والأهم أن ما تقرضوا حد فلوس ما تلجوا لا أخذ السلفة أو الديون أو الأمور هاي أو المشاكل اللي بتصير ما بينك وبين الشريك على الأمور المالية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن موجود مقابلك تماما فيعتبر هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وحاولوا قدر الإمكان تستغله هذا اليوم للمراجعة ما بينك وبين شريكك بالعاطفة أو شريكك بالعمل أو الاتفاق على أمر ما أو المصالحة ولكن بدون عصبية وبدون مشاكل لأن طاقتك ضعيفة جدا طبعا وبدك تحاذر من توجيه الكلام الجارح أو النابي أو اللي بغير محله لأيا كان لأنه أنت الحلقة الأضعف اليوم بتواجه شخص شرس أو ممكن تشتد المنافسة بينكم الأهم أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان وانتبه لصحتك من بعض التقلبات طبعا هيك إحنا منكون انتهينا من الحلقة وبرجع بذكر على موضوع اللايك والكومنت والشير يا جماعة أنا بأخدش فلوس من الكبس اللي أنت بتكبسها ولكن أنت في الكبس هاي في اللايك أو الكومنت أو الشير أو الأمور التفاعلية اللي بتصير على القناة أنت بتشجع محتوي أنه يضل بمحرك البحث على جوجل أو على يوتيوب يعني بمعنى آخر ما بطلب منك تشير بس اكبس اللايك هو تلقائيا بعرف اليوتيوب أنه هذا موضوع مهم أو هذا مطلوب فعشان هيك بطرحه لأشخاص آخرين مش مشتركين في القناة ولكن لما أنت بتهمل هذا الموضوع أنت بتذرني مش إنه والله لمصلحتك أنت أنا ما بستفيد ماديا من هذا الموضوع فياريت لو سمحته اللي بيقدر يكبس لايك يحط حتى لو بده يحط نقطة تم صلاة على رسول الله اللهم صلي على محمد وقال محمد أو بده يذكر الله يقول سبحان الله استغفر الله يحط دعاء يحط قصيدة يحط حكمة برضو بتستفيد منها أنت أجر ثواب يا أخي حط اكتب أي شيء يعني وأنا بستفيد وأنت بتستفيد برضو هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر